أثمن جداً تحديدك لاتجاه الحركة في هذا الموضوع لأن التحقيقات ينبغي أن تسبق التكاهنات التحقيقات قبل التكاهنات الآن أذهب إلى واشنطن حيث دكتور غسان أبو دياب مدير مركز ديمقراطية للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور غسان أحب أن أطلع على رأيك في ذات الموضوع لماذا الخروقات من هذا النوع متكررة من كبار الساسة في واشنطن عبر عقود متتالية؟ مساء الخير لجميع المشاهدين في البداية بمنطق الشارع العربي أحياناً حينما نسمع خبر حول الولايات المتحدة نسارع إلى أخذه ومحاولة تفنيده وتحديده وتحليله علماً أنه في بعض الأحيان يكون من السابق لأوان والحديث عن هذا الخبر لكن طبعاً بهذا المساق الصحافي حيث كلنا نبحث عن ما يجري خاصة في عاصمة القرار واشنطن القصة وما فيها هي الآتي هناك مؤسسة جمعية غير فرقمية هي تعريفة أنها محافظة ومركزها في جورجيا ضمن إطار القانون الذي أقر بالعام 2022 بحق الوصول إلى المعلومات وتأمل أن يكون الجمعية مقرها في جورجيا وما يجري في جورجيا بشكل من الأشكال ما فيك إلا ما تربط ما فيك إلا ما تربط هذه الأشياء ببعضها فتقدمت إلى الأشياء لا أنا كنت أتصور أنك ستشرح في جملة علاقة جورجيا لأن المشاهد العربي ربما يكون بحاجة إلى بعض التوضيح جورجيا هي كعبة أخيل بالنسبة لدونالد ترامب الرئيس سابق ترامب يعني اليوم يقف أمام محكمة جورجية جورجيا هي ولاية في الولايات المتحدة مش جورجيا الدولة يعني عم نحكي عن جورجيا هذه ستيت ضمن ستيت تبع الولايات المتحدة يقف أمام اتهام وجه إليه بمحاولة قلب النتائج في الانتخابات الماضية ويقف أمام القضاء في هذه الولاية فأن تكون بنفس الولاية هي عمليا لوحدة رسالة بمحل معي هلأ ماذا حصل بإطار بجون 22 قامت يعني تقدمت هذه الجمعية بهذا الطلب إلى النارة التي هي اختصار لوكالة المحفوظات والأرشيف الأمريكية تقدمت إليها بطلب أن تطلع على رابط معين هل قام الرئيس الحالي الرئيس جو بايدن بيعني إرسال أو ما هي طبيعة العلاقة ما هي الوثائق المحفوظات الإلكترونية وعلاقتها بالرئيس بايدن توصلت الوثائق والأرشيف إلى إحصاء حوالي 5400 إيميل ووثيقة إلكترونية وغيرها وتقدمت فيهم هلأ السؤال الأول الذي يتبادر إلى الذهن ما هو محتوى هذه الوثائق هذا الأمر ما حدا بيعرفه لا حد الآن عمليا في إشياء هي كلاسيفايد عمليا لا يصرح عنها في إشياء غير كلاسيفايد ممكن تصريح عنها بشكل من الأشكال هذا واحد الأمر الآخر هل النقاش هو هل يحق لنائب الرئيس بايدن أنا ذاك نائب الرئيس أن يرسل بريد إلكتروني باستخدام بريدين أو عنوانين بريديين أات جيميل اللي هي كوميرشال واحد أو أات بي سي آي دوت جوب اللي هني العنوان الآخر اللي صدرت منه هذه الوثائق أنا لست خبيرا بالدسترة وخبيرا بالنائب الرئيس بما يجوز وما لا يجوز ما يمكن وما لا يمكن هذا سؤال يسأل يعني بصراحة للمختصين بهذا وهذا بده اختصاص مش حالة إعلامية أو مناقشة إعلامية قانوني وحقوقي هذا بالأمر الآخر الأمر الثاني هل بهذه الإيميلات هل فعلا أولا هي صادرة عن نائب الرئيس بايدن هل بهذه الإيميلات ما يدينوا أكيد إذا وجدوا فيها ما يدينوا بمحل ستكون يعني ستكون على طبق من فضة للساسة الجمهوريين ترجمة نانسي قنقر